بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكراً أستاذي رئيس الجلسة الشكر أيضاً للقائمين على هذا المؤتمر الكريم وأبدأ بالموضوع مباشرةً كسباً للوقت جوانب النقد والتحقيق في أسد الغابة لابن الأثير ابن الأثير المقصود به هنا هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري الشيباني المتوفى سنة ستمائة وثلاثين هجرية وهو أحد إخوة ثلاثة عرف كل واحد منهم بابن الأثير أولهم مجد الدين ابن الأثير وهو صاحب جامع الأصول في الحديث والثاني هو عز الدين الذي نتكلم عنه اليوم عز الدين ابن الأثير المؤرخ المعروف صاحب الكامل في التاريخ كما تكلم الأستاذ الفاضل وثالثهم ضياء الدين ابن الأثير وهو الأديب صاحب المثل السائر عز الدين ابن الأثير وإن اشتهر كمؤرخ ولكنه كان علامةً نسابةً محدثاً إلى جانب كونه مؤرخًا سبحان الله اشتهر في التاريخ جدًا ولكن مشاركته الحديثية ومشاركته في علم النسب لا يقل عن جودة كتاباته في التاريخ وتلميذه ابن خلكان يقول فيه كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به وحافظًا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم طبعًا هذه الثلاثية أنه كان إمامًا في الحديث حافظًا للتواريخ خبيرًا بأنساب العرب هي التي سنبني عليها فكرة البحث لأن جوانب النقد والتحقيق في أسد الغابة لابن الأثير انبنت على جمعه بين هذه العلوم الثلاثة خبرته بالأنساب ومعرفته العلمية بالحديث وحفظه للتواريخ طبعًا ابن الأثير جمع في هذا الكتاب أسل الغابة بين أربعة كتب في معرفة الصحابة وهي كتاب ابن منده وكتاب أبي نعيم الأصفهاني وكلاهما من أهل القرن الرابع الهجري والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر من أهل القرن الرابع والخامس بينهما وذي المعرفة الصحابة للحافظ أبي موسى المديني ابن الأثير من أمانته العلمية أنه كان في كل ترجمة من كتابه أسل الغابة يضع في بدايتها رموزًا بالحرف با مثلاً دال ابن مندة با ابن عبد البر عين أبو نعيم سين أبو موسى وفي آخر الترجمة يقول أخرجه أبو نعيم أخرجه ابن مندة هذا من حرصه على الأمانة العلمية ولكن هذا أوهم أن الكتاب ليس فيه إلا الجمع يعني أضعف من قيمة الكتاب فيما يتوهم ليس في الحقيقة فأمانته العلمية الشديدة جعلتنا ننظر إلى كتابه أحياناً نظرةً سلبياً أنه مجرد جامعٍ ولكنه في الحقيقة قد أضاف زياداتٍ كثيرةً من كتبٍ متعددة متنوعة كان ابن الأثير واسع لإطلاع جداً كما سنذكر بعد قليل لذلك وله زيادات كثيرة على هذه الكتب الأربعة وفي الحقيقة إن قيمة كتاب ابن الأثير أسل الغابة لا تنحصر فقط فيما أضافه من زيادات بل فيما وجهه من نقداتٍ لهذه الكتب الأربعة وفيما أضافه من جوانب التحقيق لذلك اخترنا أن يكون موضوع هذه الدراسة وهو جوانب النقد والتحقيق في هذا الكتاب متى ألف ابن الأثير هذا الكتاب لا نعلم تحديداً ولكننا نقدر هذا بآخر عشر سنواتٍ من حياته لأنه أحال فيه على كتابه اللباب في تهذيب الأنساب وأحال فيه على كتاب الكامل في التاريخ في أكثر من ثلاثين موضعاً وهو في كتاب الكامل في التاريخ وصل إلى سنة ستمائة وثمانية وعشرين يعني قبل وفاته بعامين وفي أسد الغابة يحيل عليه وذكر في مقدمة أسد الغابة أنه ألف هذا الكتاب بطلب من علماء الشام لما هو سافر إلى الشام ابن خل كان يقول أنا رأيته في حلب سنة ستمائة وعشرين يعني قبل وفاته بأربع سنوات فرحلته الشامية كانت متأخرة جداً في آخر خمس سنوات من حياته ونحن نقدر أنه ألف الكتاب في تلك السنوات من حياته طبعاً هذه الخبرة العلمية الطويلة التي جعلته يؤلف هذا الكتاب في آخر حياته بعد أن ألف في التواريخ وفي الأنساب جعلته يقوم بهذه الجوانب جوانب النقد والتحقيق نبدأ بجوانب النقد أولاً نقد الإسناد ابن الأثير لم يكثر من نقد الإسناد في كتاب أسد الغابة وبالعكس يعني لو رجعنا إلى كتاب أبي نعيم أو كتاب ابن مندة من كتب القرن الرابع إلى هجري نجد عندهم نقد إسناد أكثر من ابن الأثير ولكن هل كان هذا لقصور منه في جانب نقد الإسناد أو تقصير لا لم يكن قصوراً ولا تقصيراً وإنما هو ذكر أن كثرة نقد الإسناد هذا أشبه بكتب الحديث فهو لا يدخل فيه قال إلا إذا بنى عليه ثبوت الصحبة أو نفي الصحبة أو أمراً معرفاً بالصحابي قال أما ما سوى ذلك فلا أتكلم في نقد الأسانيد لذلك هو كان يدخل في نقد الأسانيد ولكن إن بنت عليه قضية علمية في حقل معرفة الصحابة هل كان جامعاً لنقد الأسانيد ممن سبقه فقط؟ لا بل كان يستقل بنفسه بنقد الأسانيد وقد جمعت مجموعة من الأمثلة في الورقة موجودة أنه كان ينقض الإسناد من حيث انقطاعه أو اتصاله هذا جانب وكان ينقض الإسناد من حيث الجرح والتعديل في الرواة هذا جانب آخر وكان ينقض الإسناد من حيث العلل يعني كان يجمع طرق الخبر الواحد ويوازن بينها ليكشف عن العلل الخفية ولا شك أن هذه قضية من أعوص قضايا نقد الحديث فأن يكون ابن الأثير قادراً على القيام بها هذا يدل على علو منزلته في علم الحديث أما نقد المتن فالكتاب أيضاً مليء بنقد المتن والذي اهتم به ابن الأثير في هذا الكتاب أن ينقض المتن من جهة التواريخ يعني كان يعرض الخبر على ما تقرر في علم التاريخ فينقد المتن بناء على ما تقرر في التواريخ من ذلك مثلاً أنه كان ينقض المتون بتواريخ حوادث السيرة النبوية مثلاً في إحدى التراجم جاء عنده حديث الشموس بنت النعمان قالت نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد في أول الهجرة مسجد قباء وفي الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل يأم الكعبة يتوجه إلى الكعبة في صلاته فابن الأثير يقول في هذا الحديث نظر لأن القبلة في ذلك الوقت كانت إلى بيت المقدس ولم تكن إلى الكعبة فإذن عنده نقد المتن حاضر في كتابه بشكل واضح لو رجعنا إلى كتاب أبي نعيم ذكر هذا الحديث ولم يتكلم عليه بشيء إذن هناك إضافات معرفية أضافها على جهود من قبله من أهل القرن الرابع أو الخامس في هذا الجانب كذلك كان ينقض المتون بتواريخ مواليد الصحابة فذكر في إحدى التراجم حديث كثير ابن العباس ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعنا أنا وعبد الله وعبيد الله وقثم كلهم أولاد العباس ويفرج يديه هكذا ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا يعني يلاعبهم لأنهم صغار السن لكن المقرر في ترجمة هذا الراوي أنه ولد قبل وفاة النبي بأشهر معدودة فكيف كان النبي يفتح يديه ويقول من سبق إلي فله كذا فنقده ابن الأثير أيضا بالنظر إلى مولد هذا الصحابي كذلك كان ينقض المتون بالنظر إلى وفيات الصحابة مثلا ذكر حديثا في قصة الخندق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتركوني حتى أستأمر السعود السعود جمع السعد يعني السعد وسعد وسعد أستأمرهم يعني أستشيرهم كما تعلمون قال وذكر سعد بن معاذ وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة وسعد بن مسعود ابن الأثير نقد المتن بالنظر إلى وفاة سعد بن خيثمة قال سعد بن خيثمة توفي ببدر فكيف يكون مذكورا في هذا الحديث إذن نقد المتن حاضر بقوة وهناك أمثلة عديدة مذكورة في الورقة فإذن عندنا نقد الإسناد عندنا نقد المتن عندنا أيضا النقد التاريخي لإثبات الصحبة أو نفي الصحبة فكان ابن الأثير أيضا هناك جوانب متعددة كما ترونها كان ينقد ثبوت الصحبة أو نفي الصحبة بالنظر إلى حديث هذا الصحابي المترجم بالنظر إلى نسبه وقبيلته بالنظر إلى التاريخ جوانب متعددة جدا يعني مذكورة بالتفصيل لو سمحت لو نمشي إلى الصفحة التالية فهناك نقد تاريخي في مثل هذا أكتفي بمثال واحد هو لما جاء إلى ترجمة واحد يسمى الفضل ابن عبد الرحمن الهاشمي اختلفوا في صحبته فابن الأثير تكلم في ذلك وقال قبيلة بني هاشم قبيلة مشهورة جدا يعني ليس أفرادها بالذين يجهلون قال ومن يسمى فيهم بالفضل أو بعبد الرحمن معدود على الأصابع ولم يكن فيهم واحد في عصر النبي اسمه الفضل ابن عبد الرحمن الهاشمي فنفى صحبته إذن بالنظر إلى القبيلة إذن كان واسع الاطلاع وكان واسع النقد ومتعدد الأدوات النقدية كان يستعمل أدوات نقدية قد تخفى على كثيرين من معاصره كذلك كان ينقد أحداثا تفصيلية معرفة بالصحابي كان ينقد مثلا وصف يعني أن يكون صفة لصحابي تذكر لصحابي آخر فينقد ذلك منقبة لصحابي تذكر لصحابي آخر كان ينقد ذلك كان ينقد أيضا الخلط الذي يقع من بعض المصنفين السابقين عليه المؤلفين في الصحابة كانوا أحيانا يخلطون بين الوقاع التاريخية يخلطون بين غزوة وغزوة أو يخلطون بين العلاقات الأسرية يعني يقولون فلان الصحابي هو أخو فلان فيخالفهم وينقد ذلك يقول هذا ليس أخاه بل أخو فلان آخر يعني كان هناك أخلط في العلاقات الأسرية كان ابن الأثير ينقد هذا بالتفصيل ما هي يعني ذكرنا مجموعة من جوانب النقد عند ابن الأثير نقد إسناد نقد متن نقد حوادث تفصيلية ونقد في إثبات الصحبة أو نفي الصحبة لكن الذي نريد أن نستخلصه الآن ما هي سمات النقد عند ابن الأثير بحسب ما مر معنا من أمثلة السماء الأولى هي الموازنة بين النقد الإيجابي والنقد السلبي يعني لم يكن ابن الأثير ناقدا سلبيا يعني يتتبع الأخطاء والعثرات فقط بل كان إذا رأى نقدا إيجابيا في من سبقه يبرزه وإذا رأى نقدا سلبيا يبرزه أيضا هذا خلافا لبعض العلماء المتأخرين الذين كانوا ينقلون دون تصريح في الإيجابيات فإذا وقفوا على وهم أو خطأ سموا صاحبه ابن الأثير لأ كان متنوازنا في الجانبين جدا وله عبارات كثيرة في مثل هذا القضية الثانية وهي التثبت في النقل قبل النقد ابن الأثير كان قبل أن ينقد كان يقول لعل هذا من خطأ ناسخ الكتاب وليس من خطأ المؤلف لذلك كان إذا نقد مثلا ابن مندى يقول أنا رأيته في ثلاث نسخ صحاح من كتابه فالوهم منه ليس من الناسخ فأنقده وكان يكرر هذا في الكتاب أنا نقلت أكثر من عشرين موضع أنه كان في كتاب ابن مندى في كتاب أبي نعيم في كتاب ابن عبد البر يقول رأيته في عدة نسخ صحاح من كتابه فالآن ينقد فالتثبت في النقل قبل النقد أحيانا كانت يجد النسخ تختلف فيقول لعله من الناسخ يحسن الظن بالمؤلف ويقول لعل هذا الوهم ليس من ابن مندى أو أبي نعيم لعله من الناسخ السمة الثالثة وهي الإنصاف في النقد يعني أبو نعيم على سبيل المثال من أهل القرن الرابع كان كثيرا نقد لابن مندى وهو معاصر له بينهم معاصر منافسة في العصر وبينهم أيضا اختلاف في المذهب والمشرب ابن مندى كان على طريقة أهل الحديث وأبو نعيم كان أشعريا على طريقة المتكلمين الأشاعر فلهذا الاختلاف في المشرب ابو نعيم كان كثيرا نقد لابن مندى طيب ابن الأثير ماذا وقف؟ وقف بينهما منصفا كثيرا ما كان يقول الحق مع أبي نعيم كان يوافق أبا نعيم كثيرا جدا الحق مع أبي نعيم لكن في بعض المواضع يقول قد ظلم أبو نعيم ابن مندى في هذا الموضع أبو نعيم ظلمه لم يرد عليه ردا علميا منصفا يعني أثرت عليه المعاصرة والاختلاف في المشرب في موضع آخر يقول لم ينصف أبو نعيم أبا عبد الله ابن مندى في موضع الثالث يقول قد بالغ أبو نعيم في ذم ابن مندى حيث جعله بهذه المثابة من الجهل إذن كان منصفا مع أن ابن الأثير أقرب إلى الأشاعر منه إلى أهل الحديث يعني لو كان يريد أن يجامل لجامل أبا نعيم ولكنه كان منصفا جدا الحق مع أبي نعيم أحيانا أحيانا يقول ظلم أبو نعيم ابن مندى وهكذا في مواضع أخرى كثيرة الأوضح من هذا أنه كان أحيانا يقول أبو نعيم لا شك أن أبا نعيم يتابع ابن مندى في كثير من أوهامه يعني مع كثرة النقد بينهما ولكن يقول ومع ذلك أنت تتابعه في كثير من أوهامه وأنا أنقذك في ذلك إذن النقد عند ابن الأثير جانب حاضر بقوة السما الرابعة هي طلب العذر للمنتقد ما أمكن مع التنبيه على خطأه يعني ابن الأثير كان عندما ينقد ينقد بوضوح في القضية العلمية لكن مع ذلك كان يطلب عذرا للمنتقد كيف أن يطلب عذرا؟ لا نقصد أنه يطلب عذرا يعني يحاول أن لا يجعل خطأه خطأا لا القضية العلمية واضح عنده والخطأ خطأ أنت أخطأت أخطأت لكن كان أحيانا يطلب العذر بأن يقول لكل جواد كبوة يعني يقول لا يضره أنه وهم في مثل هذا الموضع يقول أحيانا إلا أن أحدا لم يسلم من الغلط والخطأ يقول لا شك أنهم حفاظ كبار ولكن لا أحد يسلم من الخطأ والغلط في موضع قال لعله قد نسي فإذا ابن الأثير يفرق ما بين النقد العلمي للفكرة وما بين الشخص يقول الشخص حافظ إمام كبير لعله قد نسي لكل جواد كبوة وما شابه ذلك من عبارات ولكن في القضية العلمية يقول الخطأ خطأ ويوضح هذا السماء الرابعة الخامسة هي الأدب والتواضع في النقد يعني من يتتبع عبارات ابن الأثير يتعجب فعلا أن هذا الناقد الكبير الذي وجه هذه النقدات في جوانب علمية كثيرة جدا هذا من شأنه أن يعطي للنفس افتخارا بالنفس لذلك أكثر من ينقض يكون يعني عنده شيء من عزة النفس أو النظر إلى النفس إلى حد ما لكن ابن الأثير بالعكس تماما كان متواضعا غاية التواضع فإذا كشف أخطاءهم يقول ومثل هذا لا يخفى على أمثالنا فكيف يخفى على مثله يعني يقول نحن أقل منهم واكتشفنا فيقول بعد ذلك لكل جواد كبوة يعني يقول هم ليس لضعف منهم ارتكبوا هذه الأخطاء ولكن يعني شأن البشر يقول في موضع من المواضع يعني نقدهم لاحظوا في هذا المثال هذا مثال عجيب يعني من العادة أن ابن الأثير ينقض أبا نعيم في مسألة ينقض ابن مندة في مسألة ينقض ابن عبدالبر في مسألة لكن عندي مثال اجتمع أن ابن الأثير نقد الثلاثة معا نقد ابن عبدالبر وأبا نعيم وابن مندة طب هؤلاء أركان من ألف في علم الصحابة من بقي معك يا ابن الأثير؟ ما بقي أحد فنقدهم وأتى بأدلة قوية على قوله ثم قال ولعلهم قد علموا منهم ما لم أعلمه فالقوم هم العلماء يعني الأدلة والقراء أمامه تخطئهم وهو جزم برأيه وانتصر لرأيه بأدلة كثيرة لكن يترك مساحة للخلاف ويتأدب ويقول لعلهم علموا شيء لم أقف عليه فالقوم هم العلماء فهو في غاية الأدب عند النقد جوانب التحقيق أيضا التحقيق يعني كثير وطويل ولم يبقى سأنهي في أقل من دقيقة لذلك أنا سأتجاوز جوانب التحقيق أنتقل فقط إلى سمات التحقيق عند ابن الأثير في نصف دقيقة أستاذي أولا المكنة العلمية وتنوع العلوم والمعارف كما قلت في بداية الكلام علمه بالنسب وألف فيه كتاب اللباب في تهذيب الأنساب علمه بالتاريخ وألف فيه الكامل في التاريخ وعلمه بالحديث كما قال ابن خلكان كان إماما في معرفة الحديث هذا التنوع في العلوم والمعارف جعله يصل إلى هذه المرتبة في النقد والتحقيق كثرة المصادر وتنوعها وجمع نسخ المصادر أنا أريد أقف هنا قليلا في كتاب ابن إسحاق ابن إسحاق سيرة معروف له عدة روايات كان علماء الذين ألفوا في الصحابة ينقلون من إحدى الروايات ويخطئ بعضهم بعضا يعني ابن مندة يأخذ من رواية أبو نعيم يأخذ من رواية أخرى عن ابن إسحاق فيخطئ ابن مندة يقول ليس في كتاب ابن إسحاق هكذا ابن الأثير كان يجمع جميع روايات الكتاب ويقول في رواية سلمة ابن الفضل كذا في رواية يونس ابن بكير كذا في رواية عبد الملك هذا التنوع هذا الأفق الواسع عند ابن الأثير هو الذي جعله يستطيع أن يكون ناقدا بهذه المرتبة فالكتاب إذن الخلاصة نفيه جوانب وإضافات علمية معارفية واسعة جدا في جانب النقد والتحقيق طبعا لا ندعي أن كل ما قام ابن الأثير به هو صواب وإنما المقصود أن هناك تطور علمي كبير بعد القرن الرابع إلى القرن السابع في كتاب ابن الأثير ولذلك لما جاء الحافظ بن حجر بنى في كتاب الإصابة بنى على كتاب ابن الأثير ووجه إليه نقدات كثيرة جدا هذا تطور يعني لا نقرأ نحن النقد على أنه إضعاف للكتاب لولا أن ابن حجر رأى هذا الكتاب في قمة ما وصلت إليه التآليف في علم الصحابة لما وجه إليه هذه النقدات فإذن هو تطور علمي تلاه تطور علمي لاحق من حافظ بن حجر أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين